مادة طبيعية ضعوها لفراغات الشعر والصلاع والنتائج ستبهرك مواد فعالة تنبت الشعر وتملأ الفراغات إنها تمثل وفق أحدث الدراسات العلمية علاجا فعالا لتساقط الشعر وتطويله بدون ذواء ما الذي يجب علينا أن ننتبه له في البداية تساقط الشعر من المشاكل شائعة الحدوث والتي تحدث في العادة بسبب عدم وصول المغذيات لبصيلة الشعر الكثير من الناس يلجأ إلى استخدام زيوت لعلاج مشاكل فروة الرأس سواء كانت القشرة أو تساقط الشعر ولكن الكثير منهم لا يحصلون على نتائج إيجابية بعد استخدامهم هذه الزيوت توجد عدة أسباب لحدوث تساقط الشعر وظهور الفراغات عدم وصول المغذيات لبصيلة الشعر وهذا يتسبب في حدوث الجفاف والالتهاب ونتيجة لذلك يحدث تساقط الشعر كما أن اتباع نمط غذائي سيء يضر بصحة وسلامة فروة الرأس حيث أن الشعر يتغذى على الغذاء الزائد عن حاجة الجسم كما أن استخدام نوع معين من الشامبو قد يسبب حساسية لفروة الرأس ومن ثم يؤدي إلى وجود تساقط الشعر ووجود الفراغات أهم المسارات لإنبات الشعر وإيقاف تساقطه يجب تناول نمط غذاء صحيء ومتنوع يحتوي على جميع العناصر الغذائية ينبغي شرب كمية كافية من المياه النقية يمكن استخدام زيت شجرة الجوجوبة وهي وصفتنا المذهلة في هذا الفيديو شجرة الجوجوبة هي شجرة شابهة بأشجار الزيتون وثمارها تشبه ثمار الزيتون عند عصر ثمارها نحصل على سائل شمعي يطلق عليه زيت الجوجوبة ما هي مميزات زيت الجوجوبة؟ زيت الجوجوبة يتحمل درجات حرارة عالية بخلاف باقي أنواع الزيوت الطبيعية ولا تصدر عنه روائح في حالة وضعه على الشعر لفترات زمنية طويلة مقارنة بباقي الزيوت الطبيعية زيت الجوجوبة غني بالمعادن والفيتامينات المغذية للشعر بشكل رائع كما يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات كيفية استخدام هذا الزيت لإنبات الشعر وعلاج التساقط في البداية يجب عمل حمام مياه ساخن وذلك لكي تتفتح المسامات ويسهل على بصيلات الشعر امتصاص هذا الزيت وهي خطوة ضرورية ومهمة يتم وضع كمية صغيرة من زيت الجوجوبة على كفة اليد ودهن الشعر به ومن ثم تركه لمدة 4 إلى 5 ساعات ويتم تكرار ذلك لمدة 5 أيام ماذا يحدث عند تدليك فروة الرأس بزيت الجوجوبة؟ تساعد في تنظيف فروة الرأس الأمر الذي من شأنه أن يقلل من تساقط الشعر فالحفاظ على صحة الشعر يعني شعر قوي واستخدام زيت الجوجوبة يساعدك بالتمتع بفروة رأس قوية وصحية وخالية من المسام المغلقة يمد الشعر باللمعان فهو يغذي الشعر مما يزيد من لمعانه وتألقه وزيت الجوجوبة يساعد في التخلص من الشعر الجاف ويعمل على ترطيبه وإضافة طبقة لامعة عليه تحميه من العوامل الخارجية والأضرار المختلفة تعزيز نمو الشعر بشكل عام ينتج الشعر الزهم الضروري لترطيبه ولكن في حال إنتاجه بشكل كبير من الممكن أن يتم إغلاق المسام مما يتسبب بتساقط الشعر ولكن من الأخبار السارة أن زيت الجوجوبة يساعد في علاج هذه المشكلة وبالتالي يعزز من نمو الشعر كما من الممكن استخدام الزيت قبل الاستحمام وتدليك فروة رأسك به جيدا لتحفيز الدورة الدموية في هذه المنطقة أيضا نصائح لاستخدام زيت الجوجوبة قبل استخدام هذا الزيت من المهم معرفة النصائح والمعلومات الآدية التأكد من استخدامك لزيت الجوجوبة النقي 100% وبجودة عالية الانتباه في حال خلط الزيت مع أمور أخرى من شأنه أن يسبب الضرر للبشرة التوقف عن استخدامه في حال عدم قيام البشرة بامتصاص الزيت بشكل كلي عدم وضع الزيت وتدليك فروة الرأس بعنف فذلك قد يسبب تساقط الشعر عدم استخدام الكثير من الزيت على الشعر فملعق واحدة كفيلة بإعطائك الفوائد التي ترغب بها قضايا مهمة يجب الانتباه لها قبل تطبيق أي وصفة الدراسات أكدت أن فقدان الوزن بشكل مفرط يؤدي إلى تساقط الشعر لأن الجسم يحرم من بعض العناصر الغذائية بما في ذلك البروتينات ومن الضروري القيام بفحص الدم لاكتشاف أسباب نقص الوزن إن غسيل الشعر بشكل مفرط واستخدام مجفف الشعر والمكواه يمكن أن يلحق الضرر بالشعر ويجعله متقصفا ومتساقطا لذلك من الأفضل أن نتجنب استخدام الأجهزة التي تزيد من حرارة الشعر كما لا ينبغي أن ننتظر حتى يجف الشعر لنستخدم الهلام أو البخخات وذلك حتى لا يتقصف الشعر كما أن الإجهاد والتعب اليومي قد يؤديان إلى تساقط الشعر وقلة كتافته وفشل هذه الوصفات كما أن الطريقة الوحيدة لإيقاف تساقط الشعر هي الوقوف على أسباب تساقطه من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم أخذ العلاج المناسب لكل حالة وبعد ذلك متابعة الوصفات الطبيعية وتطبيقها ينبغي في هذا المقام أن نعرف أن تساقط حوالي 100 شعر يوميا أمر طبيعي إذ يتساقط الشعر بشكل مستمر بعد أن تنتهي دورة حياته لينبت مكانه آخر كما أن التساقط يمكن أن يزداد فترة الانتقال بين الفصول وخاصة الربيع والصيف نؤكد أيضا على ضرورة إجراء الفحص الطبي اللازم في حالة تساقط الشعر بشكل أكثر من المعتاد وذلك لمعرفة السبب ومن ثم العلاج وأن أسباب التساقط منها ما هو شائع وتختلف بين النساء والرجال ومنها ما يرتبط بأمراض معينة تسبب التساقط ينبغي أن نعي أن أكثر الأسباب الشائعة بين النساء تساقط الشعر الكربي نتيجة الاضطرابات الهرمونية كما في حالات ما بعد الحمل وعند تناول علاجات هرمونية مثل حبوب منع الحمل أو عند وقف تلك العلاجات فضلا عن حدوث اضطراب بعمل الغدة الدرقية ومن الشائع كذلك تناقص الشعر والصلع الوراثي كما يحدث التساقط الكربي بسبب نوبات المرض الحادة المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة أو بسبب نقص الحديد أو الحميات الغذائية غير المدروسة أو فقدان الوزن السريع وبسبب الأدوية التي تستخدم بالعلاج الكيميائي نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر